بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعيني اليوم جبت لكم وصفة كتير سهلة اللي هي الكفتة بالطحنية بمكونات كتير بسيطة رح أبلش معاكم بمكوناتي اللي هي عبارة عن نصف كيلو من الكفتة طبعا أنا جبت ربع كيلو من لحم الخروف ربع كيلو من لحم العجل ونصف كوب من البقدونس وبصل كبيرة حبة فندورة وملح وفلفل وعملتوا مع محضرة الطعام وشكلتها بهذا الشكل وعندي حبة بطاطا كبيرة قطعتها بهذا الشكل ارتفاع تقريبا 1 سنطير وعندي 3 معالق من اللبن عندي ملح ملعقة كبيرة فلفل أسود نصف ملعقة وعندي نصف فنجان من اللمون وفنجان من اللطحنية وكوبين من الماء هلا راح نقوم في وضع البطاطا فوق الكفتة هون بعد ما صفتت البطاطا على الكفتة راح أحضر الخليط اللي راح أديره على البطاطا اللي هو عبارة عن اللبن والطحنية والليمون والماء والملح والفلفل راح أقوم بخفقه من منيح مع بعض يا إما بالخلاط أو بالبيدي يعني بالخفاقة اليدوية هون بعد ما خفقت مكوناتي مع بعض راح أديره على الكفتة وهون صنيتي صارت جاهزة راح أغلفها بورق الفويل وأحطها بالفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معي الكفتة والبطاطا وأحمر وجهها وهيك شكلها النهائي بعد ما أخذت معاي تقريبا نص ساعة بالفرن شلت ورق الفويل وحملت وجهها قدمتها مع الخس والإخيار شكرا